اشتركوا في القناة اهلا فيك هبا نورتي الأستوديو بالأكسسوارات الجميلة خلينا نتكلم عن أهم الموضة لهذا السنة تعرفين جاي شهر رمضان إن شاء الله ورح السيدات يجهزون نفسهم مع اللبس العربي فيحتاجون كثير من الأكسسوارات أكيد طبعا هلأ بلأنه شهر رمضان المرة لو كانت مش محتشمة إجمالها بتصير محتشمة أكتر وبتلبس القشة الطويلة مع الكمة الطويل حلو تزين حالة ببلت وهلأ دار يجي كثير كمان الكراونز على الرأس فبنحس حالة مثل برينسس يعني بالسحور أو الأفطار اللي عندها خبرين عن تصميم هذه التيجان قبل ما كانت وايد موجودة الحين صارت أكثر الحريم يستعملونها يمكن أنا بعتبر أنه في مسلسل صار تركي النسوين كلها كانت تلبس هالتيجان وهيدا الشيء أثر على الموضة وشو اسمه يعني صاروا كل النسوين تتزين حالة تحس حالة هيك برينسس حالو معنا بعد في الستوديو هيبة قاعدين نشوف السلاسل الطويلة والتي تتناسب جدا مع اللبس العربي لأنه إذا كان اللبس محتشم فشلون تبرزينا قاعدين نشوف معنا الحين هذه الأكسسوارات لو تخبرين عنها أكثر أنا كثير بحب كأس جزاين هيبة بحب كثير اللولو والفيروز فأي مرة بتلبسهم بحسوا بيعطيها طاقة حلوة أن اللولو بيعطي هدوء وتميز للمرة وحتى كمان الحجر التركواز كمان زيت الشيء شو أهم الألوان لهذه السنة هيبة؟ هل رح تكون الألوان الفضية أو الذهبية؟ جميلا الفضية والذهبية عطول بيضلوا داريج وأنا بحس المرة هي اللي بدا تنقل الشيء اللي بناسبة اللي بيلبق عليها يعني مش تتبع أنه الفضية داريج بدي ألبس فضية وهو مش لابق لي يعني الأفضل تلبس الشيء اللي هي بناسبة من اللون اللي بيناسب بشرتها حتى إنسمرها ولا بيضا يكون مناسب مع الساعة بعد إذا؟ أكيد أكيد حسب الساعة أنه إذا فضية بدأ تلبس الأكسسوريس فضية أو تعمل ميكس جميلا داريج كل شيء بهالوقت هلو، أنت يجب أن تعتمدين في تصاميمك أنك تروحين للأشياء الشرقية العربية أو أنك تحاولين تدمجينهم الاثنين مع بعض؟ أحب التدمج أنا عطول بكل شيء فتدمجين الأشياء العربية مع الشرقية وتطلع لنا خلاصة هذه الأشياء اللي قاعد نشوفها قاعدين نشوف الخواتم معنا في الستوديو هيبة حسيت الخواتم فيها شوي ستايل الفرعوني أو المصري القديم صح وبعدين أنا بحب المصري داريج كتير ورق الشجر يعني استعملتوا بتصاميمي وزيت عليه أكيد اللولو والتوركواز الحجار حلو، نشوف بعض أساور هنا موجودة عندنا في الستوديو هذه الأساور نشوف فيها توركواز نشوف حجر الأبيض اللي جاي على شكل وردة لو تخبرين عنها أكثر هادول زير كون يعني أجمال أنه وردة زير كون مع التوركواز حلو، وفي الأنجل كمان عندي هكا أساور الأنجل هي هيفضة وجلة طبيعية كذلون عندي منها حلو، والأنجل الشاي بتبعش الأنجل حلو، هبة تعتمدين على طلبات الزباع اللي يونتش ولا أنت لقد صممين هذه المجموعة حسب الثيم أو الفكرة اللي سويتها وبس وخلاص؟ لا أنا كتير بعتمد على زوء الزباين يعني المرة دايما بتحب تزيد التتش تبعيتها يمكن هيدا اللون ما يعجبها الشايب هيدا ما يعجبها فأنا بعدل الديزاين طبعي لو عندي ديزاين معين بعدله لينسب الزوء طبعي اللي يزموني طبعيتي حلو، هبة أكيد يعني أغلب المصممين الحين صاروا يتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي عشان يروجون بضاعاتهم أو المنتجات اللي يقدمونها شكتر تعتمدين على هذه الوسائل؟ أنا كتير صراحة بساعدني الفيسبوك والإنستغرام كتير للتسويق للأكسسوريز الطبع والي وقت يكون عند ديزاين جديد عطول بصوره وبنزله على الصفحة طبعيتي هيك العالم بتعرف أنا شو بنزلي اشياء كولكشن جديدة وإذا كان عندي معارض كمان ذات الشي بنزله لا يعرفوا وين أنا وحكون الكولكشن طبعيتي معروضة حلو، كل مصمم بعد هبة يكون عنده طموح وعنده نظرة مستقبلية للأشياء اللي قاعد يقدمها وين شوفين نفسك في المستقبل هبة؟ إن شاء الله بالمستقبل للعالمية مع أنه عندي الحمد لله زباين برا بس إجمالا بطمح للعالمية طيب هبة في سيدات تكون قاعدة في البيت وعندها أفكار وعندها طموحات لكن للأسف ما تحاول تستغلها ويمكن الخوف وعدم تشجيع الأهل هو اللي يخليها ما تقبل على هذه الخطوة أنت كمرأة أقبلت على خطوة جريئة وصممت هذه الأكسسوارات وقاعدت تنجحين ما شاء الله فيها شو النصائح اللي تقدمينها لهذه السيدات اللي قاعدين يتابعونا الحين من خلال برنامج سيدتي؟ أنا بقول لك كل مرة تدل ورا حلمة يعني إلا ما تنجح الدراسة بتساعد بس أنت شو طموحك وشو وين بديك توصلي يكون عندك نظرة إيجابية وأكيد بتوصلي أكيد خبرين أكثر عن الأكسسوارات اللي قاعدين نشوفها الحين في الستوديو وأنا عجبتني السلاسل الطويلة مع البلد تحسينهم الاثنين متماشين متناسقين مع بعض اثنينيتهم لأنه هني أكسسوريز مغطسة دهب وشو اسمه استعملت اللولو بالبلد والعائد لحتى يتناسبوا مع بعض طالب تكون حلوة يعني إذا كنت لابسة أي لون تركواز أخضر أسود بتلبق معه هالأكسسوريز يعني بيكملوا بعض إن شاء الله يكون رمضان مبارك علينا وعليتش هيبة شكرا لحضورت معنا شكرا لليك شكرا لليك ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في مشاريعك المستقبلية نورتي الستوديو وانت في أكسسوراتك شكرا لك مشاهدينا بفقرة الموضة والأكسسورات وصل لنهاية حلقتنا لليوم زميلتي فرح رح تحصلونها باتشر ورح تكون معها الكثير من المواضيع الشيقة لا تنسونا تابعونا دائما وأبدا في برنامج سيدتي وتصبحون على ألف ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة